السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشرح ونحبب بعض درس وتمارين صفحة 141 لسنة أولى ثانوي جميع الشعب معلكم غير تتبعوا معايا هذا الفيديو وهنا بالنسبة للتلاميذ اللي قالوا لي دروس الفصل الثالث هذه هي دروس الفصل الثالث تبدأ من الصفحة 140 من الوحدة الأخيرة اللي هي Back to Nature إذن تبعوا معايا نبدأوا على بركة الله بسم الله Listen to your teacher simulating a radio interview and check your answer to question 3 on the previous page أنا رايح تستمع للأستاذ متاعك في القسم يدير interview مع صحفي الأستاذي شو كيف يدير في القسم مش كون هو الصحفي يرح يدير معه ال interview وتجاوبوا وتصحوا عفوا الإجابة تحكم للتمرين الثالث في الصفحة 140 Task 2 What do you expect the interviewee to say about the consequences of global warming in the second part of the interview tick in the right boxes in the table below أنا أقول لك وش تتوقع الشخص اللي رايح يدير في الحوار راح يتحدث حول نتائج global warming اللي هو الاحتباس الحراري هنا رايح نتخيلوا إجابة من الإجابات اللي أنت تسمحها The sea level will مستوى البحر will rise remain the same or drop The food producing areas will become deserts be underwater produce more The temperatures will go up remain the same or go down The coastal areas will become deserts be underwater or be under storms خير الإجابة اللي أنتم تتوقعوا الانترviewee رايح يمدهننا ورح تكون من نتائج الاحتباس الحراري أوكي خير الأجوبة الصحيحة هنا نبقى دائما نتحدث عن المناخ إذن the sea level will rise مستوى البحر رح يرتفع The food producing areas will become deserts المناطق الزراعية واللي فيها الصناعة الغذائية رح تكون وتصبح صحراء بسبب الاحتباس الحراري The temperature will go up درجة الحرارة رح تطلع The coastal areas will be underwater المناطق الساحلية رح تغرق لأن مستوى البحر رايح يرتفع هذا كامل بسبب أو نتائج للاحتباس الحراري نكملوا مع بعض Task 3 Listen to the interviewee again and check your answer to question 2 above تعودوا تستمعوا للinterviewee المحاور وتصحوا الإجابة تحكم Listen to the interviewee again and answer the questions below رح نجاوبوا للأسئلة التالية Which gas is responsible for global warming ما هو الغاز المسؤول عن الاحتباس الحراري To what does Mike Richards compare the accumulation of this gas around the earth كيفاش قارن الغازات اللي راهي حول الأرض Why is it called so على حسن ما بهذه التسمية Use the picture to explain to your classmate رايح تشوف الصورة اللي راهي فيها Greenhouse effect اللي هو نتائج انتع الجرينهاوس اللي هم البيوت البلاستيكية وتشرح لزملائك How can we reduce high temperatures? Is the climate specialist worried or isn't about climate change? Pick out from the interview words and phrases that indicated or indicate his attitude هنا رايحين تستمعوا إلى الحوار هذا في القسم وتجاوبوا من خلال الاستماع إلى الانترفيو اللي راح يديروا لكم الأستاذ وتجاوبوا على هذه الأسئلة إذن شوفوا هنا الأسئلة دائما خاصة بالاحتباس الحراري نجاوبوا عليها مع بعض ونشرحوها شوفوا معايا للأخير إذن الجواب الأول الغاز المسؤول عن الاحتباس الحراري هو carbon dioxide أكسيد الكربون هو المسؤول عن الاحتباس الحراري السؤال الثاني Why is it cold so? It is cold so because carbon dioxide traps the heat from the sun just like a green house Traps معنتها يجبد السخانة من الشمس كما البيوت البلاستيكية البيوت البلاستيكية تستمد الحرارة انتحة من الشمس على ذاك سماوه بهذا التسمية Number three He said everybody is worried about high temperatures إذن الانترفيوي راه قلقان راه حاير راه ووريد إذن these days scientists are raising the alarm about global warming A question of life and death to us as humans احتباس الحراري راهوا ناقوس خطر العلماء راههم قلقين على جاله ودقوا ناقوس الخطر لأنه مسألة حياة أو موت نتمنى شاء الله هذا الحلول والشرح يفيدكم وتستفادون تلاقوا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وابقاوا على خير ترجمة نانسي قنقر